الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا على نعمه العظيمة وخيراته المتتابعة الكثيرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسل تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اليوم السابع من شهر ذي الحجة وغدا هو اليوم الثامن وهو يوم التروية والنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن غادر مكة إلى ميناء ضحى ولذا فاليوم درس اليوم آخر الدروس قبل الحج وبعد الحج أيضا لعلكم تمهيلوننا أياما ونجعل الدرس الساعة الخامسة بناء على رغبة بعض طلبة العلم ليكون أخف لأن لا يحصل الازدحام مع المصلين إن شاء الله تعالى إذن غدا ننتقل إلى ميناء وبالتالي تعذروننا من الدرس أسأل الله جل وعلا أن يعفوا عني وعنكم وأن يستعملني وإياكم في طاعته لعلنا نستمع لشيء من الأحاديث التي رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ولعل الله أن يفتح بشيء من التعليق على ما في هذا الكتاب العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري ورحمه الله وعن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان يأم قومه وهو أعمى وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي بني سالم وإنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي مكانا فأتخذه مصلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر غضي الله عنه معه حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت المكان الذي أحب أن يصلي فيه فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فكبر فقمنا فصففنا خلفه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا حتى كثر الرجال في البيت فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخشني لا أراه فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال أما نحن فإنا نرى وجهه ووده وحديثه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ما قلت قط فكبرع ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه فلما سلم من الصلاة سلمت عليه ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة محمود بن الربيع من صغار الصحابة وقد قال عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا بن خمس سنين وقال سمعت عتبان بن مالك وهو من الأنصار من الصحابة وكان رجلا أعمى وكان إماما في مسجد قومه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار معركة بدر معركة عظيمة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم وقال عتبان أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد أنكرت بصري أي ضعفات رؤيتي وأصبحت لا أرى وأنا أصلي لقومي أي أنه إمام يصلي لقومه من بني سالم من الأنصار وذكر أنه توجد بعض الظروف تحوله بينه وبين ذهابه للمسجد ليصلي بقومه قال وإنها تكون الظلمة أي سواد الليل بحيث لا أستطيع أن أميز ما أمامي ويكون السيل أي يسير الوادي ويجري بالماء وأنا رجل ضرير البصر أي قد فقدت بصري أو نقص نقصا شديدا فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبين قومي ولم أستطع ولم أتمكن أن آتي مسجدهم فأصلي بهم إماما وإن السيول تحول أي تحجز بيني وبين مسجد قومي ووددت يا رسول الله أنك تأتيني أي تحضر إلي وتجيئني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى ومسجدا أصلي فيه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جاءني في الصباح غدا للإتيان في الصباح وراح للإتيان في المساء بعد الزوال ومعه أبو بكر حين ارتفع النهار أي أنه اشتد ضوء النهار وحرارته فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبان للدخول في بيته قال فأذنت له فلم يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل في البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك ما هو المكان الذي تريدني أن أصلي فيه لتتخذه مكانا للصلاة قال عتبان فأشرت له إلى ناحية أي أنه دله على مكان من جوانب البيت للمكان الذي يحب أن يصلي فيه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى وتقدم إماما فصلى بأبي بكر وبعتبان بن مالك فقام فكبر فصلى من خلفه وراءه فقاموا وقد صفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم قال وحبسناه أي لم نمكنه من الرجوع وطلبنا منه الانتظار على خزيرة وينوع من أنواع الطعام يوضع من اللحم يقطع اللحم ويوضع عليه دقيقة صنعناها أي هيئناها وطبخناها من أجله قال فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يعني أن الحي الذين كانوا يجاورون عتبان علموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولذلك توافدوا لبيتي عتبان فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد وثاب أي أنهم رجعوا واجتمعوا بعد تفرقهم فاجتمعوا حتى كثر الرجال في البيت فقال قائل منهم أي أنهم بدأوا يتحدثون فإذا برجل يقول أين مالك بن الدخيش وهو أحد ذلك الحي لا أراه معكم فقال بعض أهل الحي ذاك رجل منافق لا يحب الله ورسوله فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على القائل هذه المقولة فكأنه يقول لأنه منافق لم يكن يرغب في أن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة وقال لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله فقال الرجل الله ورسوله أعلم ثم قال مرة أخرى ليكرر هذا الاتهام أما نحن فإننا نرى وجهه أي توجهه وميوله ووده وحديثه ونصيحته إلى المنافقين ولذلك اتهمناه بالنفاق كأنه يعتذر عن السبب ويبين السبب الذي من أجله وصف الرجل بالنفاق فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هذه المقالة مرة أخرى قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة أي لا يأتي إلى يوم القيامة لتكون منتها إلا حرم الله عليه النار لأنه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب بعد مدة سمع محمود بن الربيع هذا الحديث من عتبان بعد مدة خرجت كتيبة من الجيش بقيادة يزيد بن معاوة ابن أبي سفيان يقاتلون الروم وحاصروا القسطنطينية التي هي إسطنبول اليوم وهم في الحصار حدث محمود بن الربيع بهذا الحديث أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأبو أيوب من الصحابة وهو الذي سكنا في بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة فأبو أيوب توفي في تلك الغزوة ودفن بجوار أسوار القسطنطينية وفأنكر أبو أيوب هذا الحديث وكأنه لم يوافق ما لديه فقال أبو أيوب والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط لأن الحديث فيه أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار ولذا تردد في هذا الخبر حينئذ كبر ذلك على محمود وعظمت في نفسه كيف يكذّ في هذه الرواية وهو متأكد من كونه قد سمعها من عتبان رضي الله عنه قال محمود فجعلت لله علي أي نذرت أن إذا سلمت وعدت سالما من هذه الغزوة أن أسأل عنها عتبان ابن مالك لأتأكد من صحة هذا الخبر إن وجدته حيّا لا زال يصلي في مسكد قومه على ما كان فقفلت أي رجعت من هذه الغزوة فأهللت بحجهي نويت الحج ولبيت به ولذلك ذهبت إلى المدينة في طريق إلى مكة فلما قدم المدينة أتى قرية بني سالم ووجد عتبان على ما هو عليه شيخ أعمى يصلي إماما لقومه وكان إماما لمسجد بني سالم فصل معه فلما فرغ من الصلاة وسلم منها قال محمود فسلمت عليه ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثني بذلك الحديث كما حدثنيه أول مرة بدون زيادة ولا نقصان مما يدل على أن عتبان ابن مالك قد حفظ الحديث ووعاه ولذلك كان يؤديه في كل مرة بنفس صياغته الأولى بدون زيادة ولا نقصان هذا الحديث فيه عدد من الفوائد منها صحة إمامة الأعمى وأنه يصح أن يكون إماما راتبا في الصلاة كما كان عتبان بن مالك وفي الحديث فضل عتبان بن مالك ومكانته وفي الحديث أن المدينة الواحدة إذا كان فيها ضواحي متعددة فلا بأس من تعدد المساجد فيها فإن هذا المسجد الذي فيه عند بني سالم هو في المدينة النبوية التي يوجد فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث فضل من شهد غزوة بدر وثناء الناس على من شهدها بحضورهم لتلك الغزوة وفي هذا الحديث وفي الحديث طلب الإنسان الرخصة إذا لحقه بعض ما يعيقه عن الطاعة كما طلب عتبان لما أنكر بصره وعاقته السيول والظلمة عن الصلاة في المسجد وفي الحديث أن من الأعذار التي يُعذر بها الإنسان لترك صلاة الجماعة أن يكون هناك ظلمة شديدة يخشى الإنسان منها على نفسه ومن الأعذار أيضا السيل فإذا جرى الوادي وقطع ما بين بيت الإنسان والمسجد جاز له حينئذ أن يترك صلاة الجماعة وفي هذا دلال على عظم مكانة صلاة الرجال مع الجماعة في المساجد وفي هذا الحديث تخلف الإمام عن الصلاة مع جماعته متى وجد عذر يُبيح له ترك الجماعة وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز اتخاذ بل مشروعية اتخاذ الإنسان في بيته محلاً للصلاة يُصلِّ فيه النافلة ومتى جعل الإنسان في بيته مكاناً مخصصاً لصلاة النافلة استفاد منه أهل البيت وشاهدها الصبيان فتعودت أنظارهم على رؤية الصلاة والمصلين فنشأوا على التعلق بالصلاة ولذا فإنه يُستحسن تخصيص مكان في البيت لتؤدى فيه الصلوات النوافل والسنن الرواتب وصلاة الليل ونحو ذلك وفي الحديث أن الإنسان إذا نوى أو وعد بفعل في المستقبل فإنه يربطه بالمشيعة ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله وفي الحديث أيضا تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقه بأصحابه وتلبيته لطلباتهم وفي الحديث أن الإنسان لا يدخل بيت غيره إلا بالاستئذان مهما كانت مكانته ولذا لم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان حتى استأذن فأذن له في الدخول وفي الحديث أن الإنسان إذا دخل في بيت غيره فلا يجلس ولا يصلي إلا في المكان الذي يطلب منه صاحب البيت أن يجلس فيه أو أن يصلي فيه وفي الحديث أيضا الرخصة في المطر والظلمة والعلة أن يصلي في رحله وفي الحديث أيضا من الفوائد جواز أداء صلوات النوافل جماعة إذا لم يكن ذلك على الترتيب فإنهم صلوا هنا نافلة ضحى جماعة لكنه ليس على ترتيب دائم أو توقيت أو وضع موعد معين لهذه الصلاة وفي الحديث أيضا أن الإنسان لا يبدأ بتكبيرة الإحرام إذا كان مأموما إلا بعد إمامه وهكذا لا يسلم المأموم إلا بعد سلام إمامه وفي الحديث اعتبار الإشارة المفهومة فإن عتبان أشار إلى المكان بدون أن يتكلم فاعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارته إذنا بأداء الصلاة في ذلك المكان وفي الحديث أنه إذا صلى جماعة فإن الإمام يتقدمهم والمأمومون يكونون خلفه وفي الحديث أن من صلى نافلة في النهار فإنه يصلي ركعتين وكما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الفقهاء في صلاة النافلة هل يجوز أن تؤدى بأكثر من ركعتين أو لا يجوز فأجازها جماعة ومنعها آخرون ومن شاء الخلاف مما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإنه قد ورد في بعض روايات هذا الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وأيضا هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة النافلة في النهار بأربع ركعات فإن المحدثين قد وقع بينهم اختلاف في ذلك وفي الحديث أن المأمومين يسلمون بعد سلام الإمام وفي الحديث أن المأمومين لم يردوا السلام الذي تسلم به الإمام وبالتالي فإن المصلين لا يردون على سلام الإمام وإنما يستأنفون سلاما بعده وفي الحديث جواز أكل الخزيرة التي تصنع من اللحم والدقيقة وأنه لا حرج في أكل اللحم وأكل الدقيقة وفي الحديث أيضا تقديم الطعام للأضياف ولو لم يكن هناك موعد مسبق لتقديم الطعام فإنه إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلي النافلة فقدموا له الطعام وفي الحديث أن الطعام الذي يقدم للأضياف يستحب أن يكون من صنع أهل البيت وفي الحديث أنه إذا سمع بالرجل الفاضل وصاحب العلم فإن الناس يفيدون إليه ليستفيدوا منه ويأخذوا من علمه ولذلك جاء اجتمع أهل ذلك الحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث تفقد الإنسان من حوله فيما يؤدونه من أفعال الخير ولذا لما اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان سألوا عن مالك بن الدخشني وفي الحديث وجوب أن يكف الإنسان لسانه عن الكلام في الآخرين حتى ولو كان عنده اعتقادات بناها على حسابات وظنون لديه فإن الواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه عن الكلام في الآخرين وخصوصا فيما يتعلق بالأوصاف الشرعية من مثل الوصف بالنفاق أو بالفسق أو بالتكفير أو نحو ذلك من الأوصاف والله جل وعلا قد أمر المؤمنين بأن يحفظوا السنتهم وبين أنهم يسألون عما يتكلمون به وأنه قد سجلت أقوال الإنسان كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وما خرج إنسان من الدنيا بمثل التوحيد وبمثل حفظ الجوارح من معاصي الله جل وعلا وفي الحديث مشروعية محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنها من علامات الإيمان التي يتصف بها المؤمنون وقد قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله ومن مقتضى محبة الله أن يعظم أمره وأن يستجاب لطلبه وأن ينتهى عن نهيه وأن يصدق وعده وخبره وأن تقدم أوامره على أهواء النفوس ورغباتها وهكذا في الحديث مشروعية محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب على الإنسان أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة كل شيء حتى على محبة الإنسان لنفسه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي الحديث رد الكلام والرد والذب عن عرض الآخرين فإذا تكلم أحد أمامك بالقدح في غيرك فعليك أن تخوفه من الله وأن تذكره بعظم العقوبة وأن تبين له أن هذا الكلام يعود عليه بالضرر ليحذر من أن يتكلم بالغيبة في الآخرين وخصوصا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية وفي الحديث فضل لا إله إلا الله وعظم مكانتها وأثرها على صاحبها وفي الحديث أن هذه الكلمة لا إله إلا الله لها شروط لا بد أن يتصف الإنسان بها فإنها لا تفيد إلا عند وجود شروطها ومن شروطها أن يكون الإنسان عالما بمعناها فمن تكلم بها وهو لا يعلم معناها لا تفيده شيئا كما لو تكلم بها الأعجمي الذي لا يعرف معنى هذه الجملة ومن شروطها صفاء عقيدة الإنسان فيها بحيث لا يكون ممن يريد بها الدنيا وإنما يريد بها الآخرة ويريد بها إرضاء رب العزة والجلال وفي الحديث أن الله تعالى يحرم على النار أهل لا إله إلا الله وكثير من أهل العلم قال المراد بذلك تحريم التأبيد على من قال لا إله إلا الله لأنه قد ورد في النصوص أن بعض أهل الكبائر قد يعذب في نار جهنم ولكن جاءت النصوص بأن أهل التوحيد يكون مآلهم وآخر أمرهم في الجنة وفي هذا الحديث ذكر أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه ومشاركته في المعارك على كبر سنه ومما يدل على فضله وفي الحديث ما من الله به على هذه الأمة في عهد بن يومية من الفتوحات التي بلغت مشارق الأرض ومغاربها وفي هذا الحديث الحديث من الفوائد تأكد الإنسان من الأحاديث التي يرويها ومراجعته لهذه الأحاديث ليتأكد من صحة روايته لها وفي الحديث أن من وصف غيره بالنفاق على جهة التأويل وإن كان مخطئا إلا أنه لا يكفر بذلك وهكذا مرم غيره بوصف الكفر فإنه لا يكفر بذلك ولكنه يعود عليه إثم ذلك التكفير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا حار عليه حار بمعنى رجع وليس المراد رجوع الكفر وإنما المراد رجوع الإثم وعلى الإنسان أن يحذر من وصف الآخرين بأوصاف شرعية بدون أن يكون هناك مستندات في الشرعي وفي الحديث وجوب حقن الدماء وصيانتها وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على شيء منها إلا بناء على مقتضى شرعي وبأسبابه المشروعة ومن الموهلين لذلك وفي الحديث أيضا من الفوائد استمرار الإنسان في عمل الخير السنوات الطويلة كما استمر عتبان بن مالك إماما في مسجد قومه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بقليل إلى وقت غزو القسطنطينية وهذا فيه قرابة خمسين سنة قرابة خمسين سنة كان يأم قومه رضي الله عنه وفي الحديث أيضا من الفوائد أن قصد الإنسان إلى العلماء وسؤال عن ما لديهم من الأحكام وروايات الحديث وفي الحديث أن من علامات ضبط الراوي أن يحدث بما حدث به أولا على صفته وطريقته بدون أن يكون فيها زيادة أو نقصان وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلامة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة بالحبشة يقال لها مارية فذكرتا ما فيها من الصور فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال إن أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيهم تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة قوله عن عائشة يا أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة وهي بنت أبي سفيان وهي من أمهات المؤمنين وأم سلمة وهي أيضا من أمهات المؤمنين فعائشة هنا روت عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات ذكرتا عند النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة وهي محل عبادة النصارى بالحبشة فإن أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرتا إلى الحبشة أما عائشة فهي لم تهاجر إلى الحبشة وإنما هاجرت إلى المدينة يقال لها مارية أي أن اسم الكنيسة مارية فذكرت أم سلمة وأم حبيبة ما فيها من الصور ما في الكنيسة من التماثيل المصورة في الكنيسة فإنهم يصورون صورة عيسى وصورة يوسف وصورة مريم وصورة يوشع بن نون وعدد من التصاوير التي تنتمي لي أشخاص يعظمونهم فذكرتا أي أم حبيبة وأم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم من حسنها أي من طريقة البناء البديعة التي بنيت بها الكنيسة وذكر ما فيها من التصاوير الموجودة فيها فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال إن أولئك لما كان يخاطب النساء كسر الكاف إن أولئك قوم اقصد أهل الحبشة من النصارى إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا أي يجعلون فوق قبره محلا للصلاة ويبنونه وصوروا فيه تلك الصور لذلك الرجل الصالح ولكبار من يستشعرون مكانته في دينهم ثم قال فأولئك شرار الخلق عند الله تعالى أي هم أسوأ الناس وأسوأ الخلق مكانة عند الله تعالى في يوم القيامة ففي هذا الحديث رواية المرأة وقبول هذه الرواية وفي الحديث رواية الراوي عن من يعاصره ورواية المرأة عن زوجة زوجها وفي الحديث ما يدل على جواز دخول الكنيسة لمن لم يكن يقصد بذلك تعظيما لها كما دخلت أم حبيبة وأم سلمة وفي الحديث ذكر ذكر هجرة الحبشة التي هاجر إليها بعض الصحابة وفي هذا الحديث أن الصور لا يصح أن تجعل خصوصا في مكان العبادة وفي الحديث أيضا من الفوائد الامتناع من الصلاة في الكنائس والبيع التي تكون لأهل لأديانات الأخرى وفي هذا الحديث أن تعظيم الرجل الصالح لا يكون بالبناء على قبره وإعطاءه ما ليس له وإنما يكون بالدعاء له والثناء عليه والاقتباس من علمه ونحو ذلك مما يعود عليه بالنفع وفي هذا الحديث التأكيد على خطأ من خطأ وبياني هذا الخطأ كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ أصحاب هذه الكنيسة وفي الحديث المنع من بناء المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أولئك الذين يبنون المساجد على القبور بأنهم شرار الخلق ومما يدل على أنه لا يجوز أن تجعل المقابر مساجد ولا أن يبنى على القبر ولو قدر أنه قبر ميت في مسجد فإن القبر مغتصب معتد على المسجد وبالتالي يجب إزالة ذلك القبر أما إذا بني مسجد على قبر أو مقبرة فإن المسجد لا يتوافق مع الطريقة الشرعية وبالتالي يؤمر بهدم ذلك المسجد لأنه بني في محل لا يجوز أن تبنى المساجد فيه وقد هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار لكونه بني على مخالفة مقاصد الشرع فهذا شيء من الأحكام التي اجتملت عليها هذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وغفر الله له وجزاه عنا خيرا الجزاء كما نسأله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير وأن يتقبل منكم الحج وأن يسره لكم وأن يعظم لكم به الأجر وأسأل الله جل وعلا أن يسر للحجيج حجهم وأن يتقبل منهم وأن يجعل عاقبتهم إلى خير في الأمور كلها وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين بفضله وإحسانه فهو أرحم الراحمين كما نسأل الله جل وعلا أن يجزي ولاة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقومون به من تيسير أمور الحج وبناء بيوت الله والقيام على أمر هذا المسجد المسجد الحرام كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يؤلف ذات بينهم وأن يتولى جميع شؤونهم وأن يشفي مرضاهم وأن يقضي ديون من عليه دين منهم كما نسأله سبحانه أن يدر عليهم في أرزاقهم وأن يبارك لهم في جميع شؤونهم وأن يصلح لهم ذراريهم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين